أكد مجلس القيادة الرئاسي استمرار دعمه لجهود المبعوث الخاصة للأمم المتحدة هانس جرونبيرغ من أجل تثبيت الهدنة والمساعي الحثيفة لتمديدها خلال لقاء جمع رئيس وأعضاء المجلس مع سفراء الاتحاد الأوروبي لدى اليمن في عدن طالب المجلس بإلزام ميليشيات الحوثي بالوفاء بتعهداتها المتعلقة بفتح معابر تعز والمدن الأخرى ومن جهتهم عبر السفراء عن تقديرهم لجهود المجلس الرئاسي لإنجاح الهدنة ودعم المساعي الأممية لتجديدها